تقدم جديد أعلنت عنه وزارة الدفاع الأوكرانية بوصول كتيبة إلى الحدود مع روسيا حاكم منطقة خاركييف قال إن القوات الروسية في الكتيبة 227 أعادت رفع علامة على حدود البلاد وانتشرت القوات على طول المنطقة الحدودية المحاذية لخاركييف حيث وصلت الكتيبة الأوكرانية من لواء الدفاع الإقليمي إلى الحدود مع روسيا في منطقة خاركييف مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية قال إن القوات ربما تتحرك على الحدود في الأيام القليلة المقبلة للضغط على القوات الروسية في شمال شرقي خاركييف بعد أن حققت القوات الأوكرانية سلسلة نجاحات منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي تعتبر مدينة خاركييف ثاني أكبر المدن الأوكرانية فاق عدد سكانها مليون نسمة قبل الحرب والحصار الروسيين تبعد عن الحدود الروسية مسافة تقارب خمسة وعشرين ميلا فيما تبعد قرابة المائة وخمسين ميلا عن كل من دونيسك ولوغانسك شرقية البلاد وزارة الدفاع البريطانية ذكرت أن التقارير تفيد بأن روسيا سحبت وحدات من المنطقة ومن المرجح أن تعيد نشرها بعد تعويض الخسائر التي لحقت بها على الضفة الشرقية لنهر سيفرسكي دونيسك مضيفة أن انسحاب القوات الروسية من منطقة خاركييف هو اعتراف ضمني بعجز موسكو دعوة أبدأ معك بما الذي يعنيه هذا التطور العسكري وصول كتيبة أوكرانية إلى أقرب نقطة من الحدود مع روسيا ورفع علامة هناك على المستوى العسكري وتطور المعارك هناك أعتقد أن ما يظهره هذا هو أنه على الأرض القوات الأوكرانية تقوم بعمل أفضل من عمل القوات الروسية الروسي اعتقدوا بعد المحاولات الأولية للاستيلاء على كيف أنهم سيركزون فقط على الجزء الشرقي ولكن حتى هناك أداؤهم لم يكن جيدا شيء رمزي أن الأوكرانيين طردوا القوات الروسية إلى روسيا ووضعوا حدودهم على الحدود الروسية بالإضافة إلى ذلك في منطقة دونسك قتلوا أربعمائة جندي روسي كانوا يحاولون عبور النهر ودمروا خمسة وثمانين من دباباتهم نعم سيد دونس هل نحن أمام تكرار لسيناريو العاصمة كييف حين أجبرت المقاومة الأوكرانية القوات الروسية على الانسحاب من تلك المنطقة وهيها هي تكرر اليوم ذات السيناريو في خار كييف نعم أعتقد ذلك هم يدركون الآن أنهم إذا استطاعوا تحقيق أي شيء عسكري سيكونوا محدودا لمنطقة دونباس يحاولون إيصال كل قواتهم إلى هناك حتى الآن النجاح الوحيد للروس كان قصف وإطلاق صواريخ لتدمير مدن مثل ماريوبول ولكنهم لم يحتلوا الكثير حتى في منطقة دونباس وفيها الكثير من المتحدثين بالروسية اعتقدوا أن الأداء سيكون أفضل ولكن هذا لم يكن صحيحا البعض يقول بأن هذا الانسحاب من خار كييف هو انسحاب استراتيجي لأغراض قتالية وحربية وليس يعني انهزام من هذه المنطقة ما رأيكم بهذا الطرح وواقعيته نعم إنه استراتيجي من حيث أنهم يحاولون الإبقاء بدون تحمل الكثير من الخسائر ثلث القوات الغازية في الواقع قتلت أو جرحت ولهذا السبب هم قاموا بذلك استراتيجيا هذا منطقي لأنك عندها تستطيع التركيز على الجزء الشرقي والجنوبي من البلاد ولكن هذا أيضا اعتراف بأن عليك أن تبلور استراتيجية جديدة إذا أردت أن تخرج بفائدة من هذه الحرب المدد الغربي من الولايات المتحدة وأوروبا لأوكرانيا بالسلاح لا شك أنه له دور كبير في تحقيق هذا التقدم لصالح أوكرانيا والانسحاب من انسحاب القوات الروسية ولكن هذا الدعم العسكري لأوكرانيا برأيك هل يمكن أن يحقق لها النصر أم يبقيها مدافعة فقط عن البلاد؟ بصورة أساسية أوكرانيا غير ملزمة بالانتصار في الحرب كل ما عليها عمله هو الإظهار لروسيا أن محاولة الاستلاء على جزء أو كل أوكرانيا هو عملية مكلفة لا تستحق العناء هذا ما يجب عليهم عمله ومعداتهم تمكنهم بذلك نحن لا نعطيهم أشياء مثل الطائرات للهجوم على موسكو وإنما معدات للدفاع عن بلادهم واجعل روسيا تدفع ثمنا غاليا بحيث أن بوتين سيقبل بالقليل بالإضافة إلى المائتي جندي الذين قتلوهم دمروا عدة سفن أيضا نعم باعتقادك هذا التطور العسكري المتلاحق في أوكرانيا هل يذهب بنا بعيدا عن أي حلول دبلوماسية سياسية لهذه الأزمة؟ أعتقد أن هذا يحركنا إلى اتجاه نتساءل فيه هل بوتين يقبل بنصر رمزي مثلا هو استولى على القرم في 2013 يمكن أن نقنن هذا بدون تغيير أي شيء هذا ما يجب عمله وما يقلقني أنا أن وزير الدفاع أوستن اتصل مع نظيره الروسي وقال هذا لا ينجح إلا إذا لجأنا إلى أسلحة نووية أو كيميائية سيد دونانس ما قصدت أيضا هل يمكن لهذه التطورات هذا التراجع من جانب روسيا التقدم من جانب أوكرانيا أن يستخدم كأوراق ضغط في أي طاولة مفاوضات قادمة ويدفع باتجاهها ربما لا يوجد شك في ذلك الأوكرانيون في موقف أقوى بكثير لتفاوض الآن مما كانوا عليه قبل الشهر هم في موقف أفضل الرئيس زيلنسكي يقول أنه لن يقدم أي تنازلات إلا إذا انسحبت روسيا كلية يجب أن نتوخى الحضر في هذا هل مثلا سيكون الانسحاب كامل هل الناس في دونباس سيصوتون هل يريدون أن يكونوا جزءا من روسيا أو أوكرانيا هناك وحدة أراضي لأوكرانيا واستقلالها يمكن السماح بشيء لإنقاذ ماء الوجب لروسيا مثلا تقنين أو شرعنة ضم القرم هناك مساعي واضحة وخطوات من قبل فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي قال عنها رئيس بوتين بأنها لن تهدد روسيا ولكنها ستستوجب الرد ربما هل هناك قلق من أي ردود فعل روسية إذا هذا التحرك بصورة أساسية وهذا من المفارقات بوتين ادعى أن أوكرانيا تريد الانضمام إلى الناتو ولهذا قام بالغزو ونتيجة لذلك هناك دولتان تنضمان الآن إلى الناتو وهما أقوى عسكريا هو غير سعيد بهذا ولكن لا يوجد الكثير الذي يمكنه عمله لأن فنلندا والسويد لهم جيشان حديثان وبوتين يكون غبيا إذا حاول غزو هاتين الدولتين أوكرانيا سهلة بالمقارنة مع هاتين الدولتين بالنتيجة ستحمي هذه الدول أقصد هنا فنلندا والسويد نفسها من الغطرسة الروسية ولن تجد نفسها أمام مواجهة ربما عسكرية وغيره مع موسكو ما أقوله أنا ستجعل روسيا تدفع ثمانا غاليا وكما نرى جيش روسيا ليس مدربا بشكل جيد وليس له حوافز لأنه لم ينتصر أو لم يشهد أي قتال وذهب إلى جورجيا وملدوفيا ولكن بصورة أساسية الأداء لم يكن جيدا فنلندا والسويد إذا دخلت الناتو فإن عليه أن يتعامل مع قوات الناتو لأن الهجوم على دولة هجوم على الكل سؤال أخير الآن روسيا تواجه ضغط عسكري على الأرض وكذلك ضغط اقتصادي معروف بتزايد العقوبات على موسكو برأيك إلى أي حد يمكن لهذه العوامل ومن منها يمكن أن يشكل العامل الأكبر في ردع روسيا وإيقافها عن حربها هذه أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير كلما استمرت العقوبات كلما أضر هذا بروسيا وأوروبا ستكون أقل اعتمادا على النفط الروسي ونحن نرى أن هناك وضع للعقوبات على عائلة بوتين والناس القريبين منه ما يسمى بالأوليغارك وهذا للضغط على بوتين والقول أن هذا لا يضر البلاد وإنما يضرنا نحن أيضا نعم سيد لورنس كوب كبير الباحثين في مركز تقدم الأمريكي شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر سكايب من واشنطن